السلام عليكم في سؤال بيقول هل نتجل الاستغناء عن الكاد نهائيا اما انه يعد مكمل لنمزجة معلومات البناء في الاول كنا بنرسم كل حاجة على الوتوكاد ده وقت بنرسم على البيم وبعد كها بنصدر له الوتوكاد والPDF لان الشركة او الموقع ممكن ما يكونش عنده شغل بيم فمحتاج كاد وPDF عشان نشوف اللوح فسعب ان نضطر ندخل نضيف بعض اللمسات النهائية بنحاول نقلل اللمسات النهائية ديت يعني تصبيت الالوان والليارات والحاجات دي كلها بنحاول نخلها في المهاف الأصلي ليه لان كل ما تجي تصدر تضطر تفتح مالها في الكاد وتعدل فيه لكن لازم تبع عارف بعض الامر الاساسية في الكاد ولكم مثلا التبعى اثناء الشيء اللي بتلاقي نفسك عايز امر امرين تلاتة عشر او امر بتبدأ ان انت بتتعليمهم لكن بش هتعلم كل حاجة في الوتوكاد على سبيل المثال انا كنت شغال في البيم ومحتاج ان انا اعمل رندر عالي فصدرت للمكس بش هتعلم بقى زي اعمل ماس وزي اعمل عدل على الماس والحاجات دي كلها انا محتاج حاجة واحدة ان انا ارندر بالفي راي تمام؟ لو انا محتاج ان انا ااخد امر مثلا هعدل بوينت هعدل كذا بتعلم الامر دوت فما بتدخلش في كل التفاصيل بتاعت سيري دي ماكس عشان ما توشي لان هو بنامج اعملوك وكذلك نفس الفكرة انت بش هتستغني عن الوتوكاد بس بش هتضطر ان تعلم في حاجة هتعلم مثلا امر الطبعة هتعلم مثلا ممكن تيجي لك مثلا بلوكة معينة فعايز تعدل فيها قبل ما تديها البرامج البيم او جد تعمل امبورت الملف كاد فقالت في مشاكل فتبع عارف تتعامله مع المشاكل دي ازاي فواحدة واحدة بتبدأ تتعلم الامر اللي انت محتاجها من الوتوكاد هنستغني عنه لا بش هنستغني عنه واغلب المبيعات حاليا في التو ديسك من الكاد اكتر من الرفيت لكن بش هناخد دخول في تفاصيل ان انا عايز اتعلم الامر كلها اللي هناك بش عاود اتعلم بها امر كذا امر كذا لأ انا هركز على الحاجة اللي انا هحتاجها عشان اطلع المنتج النهائي انا بش مهم عند البرنامج قد مهم عند ان انا اعمل حاجة صح واعمل الشغل المطلوب مني مزبوط لو انت قدرت تتعمله ببرنامج الرسام وطلع بشغل قوي جدا وعجب الناس والشغل بيه في الموقع يبقى مياميه اشتركوا في القناة